تحياتي وسأعطيكم أيضا صورة كاملة عن موقفه من الدين يعني بصورة عامة وهل هو كان مؤمن متدين أم كان ملحد لا يؤمن بوجود الله فسنتناول كل هذه النقاط في حلقتنا النهاردة لكن في الأول سأعطيكم نبزة سريعة عن حياته اسمه الحقيقي فرانسوا ماري أغوي الشهير أو المعروف بفولتير ولد 21 نوفمبر 1694 وتوفي 30 مايو 1778 عن عمر يناهز 84 عام تقريبا ودفن بمقبرة العظماء في فرنسا فولتير كان فيلسوف وشاعر وكاتب مصرحي ومؤرخ ومؤلف وعدو في الجمعية الملكية الفرنسية وأكاديمية اللغة الفرنسية عاش خلال فترة عصر التنوير عصر التنوير يعني هي حركة فكرية فلسفية هيمنت على عالم الأفكار في القرى الأوروبية خلال القرن الثامن عشر واشتهر فولتير بأسلوبه النقدي الأدبي الساخر اللازع مما أكسبه كثيرا من العدوات وزع صيته بسبب طبعا هذا الأسلوب الساخر اللازع دائما عندما تكون في كتاباتك أو في أسلوبك تنتقد بشدة ولسانك في بعض الحدة دائما يعني بيبقى لك الكثير من العدوات والشهرة في نفس الوقت وعرف عن فولتير أيضا دفاعه عن الحريات المدنية وخاصة حرية العقيدة والمسواة وكرمة الإنسان ولذلك اشتهر فولتير بنقضه اللازع للإسلام ومحمد نبي الإسلام في مصرحيته عن النبي محمد كما سنتناولها اليوم بالتفصيل طبعا وحارب أيضا فولتير هيمنت الكنيسة على كل نواحي الحياة في أوروبا في تلك الفترة الزمنية يعتقد الكثيرون أن فولتير كان ملحدا ولكن هذا غير صحيح بالمرة بالطبع لأنه هو كان ربوبي يعتقد بوجود الله ولم ينكر يوما وجود الله أو إله خالق لهذا الكون العظيم كما أنه لم يكن ضد الدين في حد ذاته ولكنه كان ضد التعصب الدين والمذهبي الذي كان يؤدي إلى الكراهية والتقاتل بين البشر فولتير كان مع حرية العقيدة وحرية الفكرة وحرية التعبير وكان يرى أن الدين هام جدا لتماسك المجتمع ولكن بالنسبة له المشكلة ليست في الدين بنفسه أو في حد ذاته ولكن في رجال الدين أنفسهم الذين يحتكرون الدين لأنفسهم ويحتكرون تفسير الآيات لأنفسهم أيضا فهم فقط القادرين على التفسير والتحليل ويقومون بتكفير كل من يعارضهم أو يعارض حتى تفسيرهم لهذه الآيات وكان يبغت فولتير سلطة رجال الدين وهيمنتهم على كل نواحي الحياة وتحكمهم في حياة البشر بدون مبرر وأوضح فولتير رؤيته في الدين في كتابه الشهير المعجم الفلسفي حيث تخيل فولتير نفسه وهو جالس في مكان جميل يتأمل في الطبيعة وأثناء تأمله هذا شعر بالرهبة من جمال هذه الطبيعة وعظمتها فتساءل أي إله عظيم أبدع وخلق كل هذا الجمال قائلا لنفسه إن الشخص الذي ينكر وجود الله أو خالق لهذا الكون العظيم ولهذه الطبيعة فائقة الجمال من المؤكد إنه أحمق وبينما هو يتأمل الطبيعة ويؤكد على وجود خالق عظيم لها يظهر له جني ويتخيل أن هذا الجني أخذه معه في رحلة وأول شيء يراه فولتير في هذه الرحلة أكوان من العظام والجماجم البشرية فيسأله فولتير ما هذه العظام وما هذه الجماجم البشرية وما الذي سبب كل هذا الموت وهذا الخراب والضمار فأجابه الجني هذه العظام وجماجم كل الذين ماتوا بسبب الحروب الناتجة عن السراعات الدينية والمذهبية وقال له الجني إنهم اضطروا أن يفصلوا هذه العظام والجماجم البشرية إلى أربع أكوان لأننا إن لم نفعل ذلك كانت هذه العظام والجماجم ستصل إلى السماء فشعر فولتير بالأسى والألم الشديد لمنظر هذه العظام والجماجم البشرية لأنها لأناس فقدوا حياتهم نتيجة للتعصب والحروب النتيجة عن السراع الديني ثم بعد ذلك يأخذه الجني ليستكمل رحلته وليقابل الفيلسوف اليوناني الكبير سوكرات وعندما يرى فولتير سوكرات يسأله لماذا قتلت فيجيبه سوكرات بأنه حاول أن يخبر الناس في عصره أن الشمس والقمر ليس بألهة وأن هناك إله واحد للكون ولكن ليست هذه الآلهة التي تعبدونها وهذا هو كل ما فعلت مما تسبب باتهامي بالكفر بالألهة ومحاولة إفساد الشباب في أسنى فقتلوني بسبب ذلك ثم ينتقل الجني بفولتير ليستكمل رحلته فيرى رجلا ملطخا بالدماء مصقوب اليدين والرجلين ومصقوبا في جنبه وعلى رأسه إكليل من الشوك فيقف مزهولا من هيئته ويسأل لماذا فعل بك كل هذا وما هي جنايتك فيجيبه السيد المسيح لأن طبعا كانت الشخصية دي طبعا هي شخصة السيد المسيح فيجيبه السيد المسيح أن كل ما طلبته منهم أن يحبوا الله وأن يحبوا جرانهم كأنفسهم فوجد فولتير أن هذا الشخص يعني لم يفعل شيئا أو جرم يستحق عليه الصلب فقال فولتير للسيد المسيح إذن كل زنبك أنك طلبت منهم أن يحبوا بعضهم البعض وبعد حديث طويل بين فولتير والسيد المسيح يقول فولتير للسيد المسيح سأتخذك معلما لي يعني من خلال كل ما سبق ممكن نقول أن خلاصة رأي فولتير في الدين تتلخص أن الدين يجب أن يجعل الناس تحب بعضها البعض وأن الدين لكي ينتشر يجب أن ينتشر عن طريق المحبة والتسامح وتجنب الكراهية والتعصب والتقاتل لأجل الدين أو محاولة نشر الدين بحد السيف يعني ممكن نقول من منطلق أيضا هذا الفكر وهذه الفلسفة كتب فولتير مسرحيته عن النبي محمد اللي هي الفاناتيزم اللي هي بمعنى التطرف أو التعصب والطبع اللي هاجموا فيها هاجم طبعا النبي محمد وهاجم الديانة الإسلامية ووصفها بأنها الديانة كاذبة بربرية انتشرت بحد السيف وعن طريق الترهيب وبالطبع ظهر زالج جليا في حروب الردة التي تم من خلالها إجبار الناس على العودة للإسلام وإما القتل بحد السيف وانتقد فولتير في مسرحيته هذه أخلاق الرسول في تعامله مع أسر الحرب ومع النساء ووصفه بالنبي الكذاب المدعي وهو نفس الوصف الذي وصفه به عمه أبو لهب وقال فولتير أن السبب الرئيسي لكتابته هذه المسرحية هو أن يهاجم هذه العقيدة الزائفة الهماجية ويبين للناس زيفها ودمويتها حسب زعمه طبعا وفي 17 أغسطس 1745 كانت علاقة فولتير برجال الكنيسة سيئة جدا ونكاية فيهم أرسل إلى البابا بندكت الرابع عشر رسالة عن تضرره من رجال الكنيسة وتصرفاتهم ويذكر في هذه الرسالة الإسلام بالصورة أكثر إيجابية وقال عن الرسول محمد أنه ديانته تتسم بالحكمة والسرامة وأن من وضع شريعة المسلمين رجل رهيب استطاع أن يفرد تعليمه على أتباعه بالاستبسال في القتال والاستبسال في المقاومة بحد السيف وهنا كان يريد طبعا أن يستفز بابا الكنيسة لضعفه الشديد في مواجهة رجال الدين في كنيسته يعني بمعنى هو كتب الرسالة دي للبابا بندكت الرابع عشر عشان يعني لإغازته بيقوله شوف النبي محمد اللي هو طبعا هاجمه وقال عليه بدون أخلاق وأنه قاتل بربري مختصب نساء حول الكلام ده كله بطريقة عشان يغز بها البابا في تلك الفترة لأنه كان يتسم بالضحف الشديد فقال له انظر كيف قام هذا النبي الكاذب بالسيطرة على أتباعه وجعلهم يطعوه وأنت اللي هو المفروض بابا وقوي وإيمانك صحيح ضعيف جدا أمام رجال الكهنوت اللي بيعملوا تحت أمرتك فكان نوع من أنواع الإغازة لا أكثر ولا أقل يعني واضح جدا أنه كان يريد أن يستفز بابا الكنيسة لضعفه الشديد في مواجهة رجال الدين في كنيساته الذين يتلعبون بالدين ويتحكمون في حياة الناس ومن المعروف أن في تلك الفترة كانت تعاني الكنيسة الكاسروليكية من الفساد والضعف الشديد وفي آخر حياته وقبل وفاته بشهر واحد دخل فولتير في عدوية المنظمة الماسونية وأصبح بردبة مبتدئ لكن يؤكد الكاسرون أن فولتير أقدم على هذه الخطوة يعني إرضاء لصديقه المقرب بنيامين فرانكلاين ولكن ليس عن اقتناع بالطبع وأنا قريبا جدا يعني أعدكم أني هحاول أعمل حلقة عن الماسونية ومعنى هذا المصطلح يعني هعملكم حلقة مفصلة عن الماسونية قريبا جدا إن شاء الله ومن أجمل أقوال فولتير يعني حتى نتعرف على شخصيت هذا الرجل قد أختلف معك في كل كلمة تقولها لكنني سأدافع عنك حتى الموت في حقك في قول ما تريد كل إنسان مدان ومزنب بكل الخير الذي كان يستطيع فعله ولم يفعله بمعنى لو أنت كنت قادر أنك تفعل خير وامتنحت عن فعله فأنت ستحاسب على هذا الفعل الخلاف الطويل يعني أن كلا الطرفين على خطأ ودي حقيقة لما تلاقي اتنين متخصمين وهذا الخصام يعني طول قوي تعرف أن الاتنين غلط لأن كل إنسان فيهم يعني مستبد برأيه طالما فيه انعدام في المرونة أكيد طبعا الاتنين غلط بالمال لا تعرف نفسك وبدون المال لا يعرفك أحد وبالطبع دي حقيقة في يومنا الحال بدون مال لا يستطيع أحد أن يعرفك لابد أنه في غاية الجهل فهو يجيب على كل سؤال يطرح عليه وبرضو دي حقيقة وللأسف بنجدها دائما مع رجال الدين عندما تسأل أي رجل دين أي سؤال تجده يعني يجيبك وعنده إجابة على أي شيء وطبعا ده مش صحيح هو مجرد يعني بيفتو خلاص لكن يعني اللي يجيب على كل سؤال يوجه له فهو إنسان جاهل طلع يعني حتى سكرات قال من قال لا أعرف فهو حكيم لأن الإنسان اللي بيقول دايما أعرف أعرف وعنده رد ده إنسان جاهل وهو ده اللي قاله فولتير عندما يكون الحديث عن المال فإن كل الناس على دين واحد وبرضو دي حقيقة لأن المال لغته واحدة يعني عندما يتحدث المال يصنط الجميع وللأسف دي حقيقة لولا نعمة النسيان لما بدأنا حياة جديدة في كل يوم لولا نعمة النسيان لما بدأنا حياة جديدة في كل يوم ودي طبعا نقولها جميلة جدا وفعلا النسيان ده نعمة لا يوجد رجل فاشل ولكن هناك رجل بدأ من القاع وبقى فيه وبرضو دي حقيقة ما فيش حاجة اسمه أنا فاشل لا أنت اللي عايز تبقى فاشل لأنك أنت قاعد في القاع لو عندك إرادة ممكن تترك القاع إن المكان الوحيد الذي أستطيع أن أسند رأسي عليه وأنام مرتاحا مطمئنا هو حجر أمي طبعا ما فيش شك يعني الأم أكثر مكان دافئ لأي إنسان طبعا أحكم على الشخص من أسئلته لا من أجوبته وبرضو دي حقيقة يعني لما تلع إنسان يعني أسئلته تافيها جدا تقدر تحكم عليه مش محتاج أنه يعني تسمع إجاباته يعني لما إنسان يسألك أدخل الحمام برجل اليمين ولا الشمال ده إنسان تافي فمثلا لما إنسان يسأل شيخ مثلا إيه شكل الحريات في الجنة على أساس إن الشيخ ده شاف الحريات في الجنة أنا شفت حلقات لشيوخ يعني سلفية يعني بيقولوا أي كلام في أي كلام وبيشرحوا شكل الحرية ويطولها إيه ومواصفاتها إيه وكل كل كلام يعني هبد وكاذب يعني على أساس إن هؤلاء الشيوخ راحوا وشافوا الحريات فطبعا يعني كلام فولتير قوي جدا بالطبع يعني أحكم على الشخص من أسئلته لا من أجوبته يعني الإنسان اللي أسئلته هايفة كده ده إنسان هايف وللأسف أمتنا يعني العربية الإسلامية ما أكثر هؤلاء يسألون أسئلة في قمة الهيافة ومنتظرين إن بعض الشيوخ اللي هم أصلا جاهلين يجيبوا برضو إجابات غبية جدا على أساس إنهم شافوا الحاجات دي وطبعا يعني كله هبد هبد إن الذي يقول لك اعتقد ما أعتقده أنا وإلا لعنك الله سيقول لك بعد قليل اعتقد ما أعتقده هو إلا قتلتك ودي حقيقة يعني أكيد هنا بيتكلم عن ناس المتعصبين اللي هو بيحاول يعني يقنع اللي حواليه بإنه اعتقاده هو الصحيح فطالما هو بمتزمت في رأيه اعرف إن بعد قليل هيقول لك اعتقد ما أعتقده إلا قتلتك وطبعا ده هو اللي بيحصل في المنظمات الإرهابية زي داعش وغيرها يعني بالطبع واضح جدا من خلال كل هذه المقولات والكلمات الجميلة الرائعة العميقة كم يعني كان هذا الرجل فيلسوف وحكيم لن أطيل عليكم أكثر من ذلك أحب أسمع أراءكم طبعا في أراء فولتير وفي شخصيته وأتمنى إن حلقة النهاردة تكون نالت إعجابكم وإلى اللقاء في معلومة تاريخية جديدة وطابة مساءكم